تحية صباحية من وجهة لقلكن أحبائنا وينما كنتوا عم بتتابعونا عم تسمعونا عبر إزاية صوت المحبة عم بتشوفونا من خلال شاشة تلفزيون المحبة بكل يوم من هالبرنامج هالهوى هواكن هواينا هواكن لتكونوا معنا عم نتفاعل عم نتواصل عم نضوي على مواضيع عديدة وعلى أمل نغتني ونستفيد من كل اللي عم نسمعوه اليوم بحياتنا قدين احنا منمشي لقدين وقدين نشتغل على حالنا قبل ما نشوف غيرنا شو عم يعمل منقول هايدي شغلة بتكبرنا وبتنضجنا وبتخلينا نستمتع أكتر بحياتنا على هالأرض وديما إيماننا هو المصدر الوحيد لكل قوة ولكل ثبات قادرين نكمل فيه بهذه الحياة أعمال المحبة إن شاء الله تكون كتيري بهالقية وكتار الناس اللي ناطرين هالمحبة ويعيشوها بشكل متبادل هالفعل الأساسي والجوهري اللي ربنا نزل على الأرض كرمال محبته لقلنا من محبته لقلنا كرمالنا نزل ليعطينا هالأدب مجانية كل الحياة والحياة الوافرة للأبد اليوم مع كاريتاس هالرابطة اللي كمان هي جهاز بقلب الكنيسة عم تشتغل لأجل كتار من الناس الدعفاء اللي عندهم حاجات الفقراء المهمشين وإذا بدنا نحكي عن الشق الصحي والطبي أساسي ومهم لنحافظ على نوعية حياة جيدة ونكمل بمشروع حياتنا بدي رحب بحضورة جيسيكا ليبا مسؤولة المشاريع الصحية برابطة كاريتاس أهلا وسهلا فيك جيسيكا نحن وإياك اليوم بدنا نضوع على حملاتكم الصحية اللي عم بتقوموا فيها عادة عن أمور تانية من خدمات بتلبوا فيها كتار من الناس المحتاجين برابطة كاريتاس صباح النور مرسي لكم على الاستضافة كاريتاس اسم الصحة عشر مراكز صحية منتشرين على كافة الأراض اللبنانية بالإضافة لتمانع عياداتنا آلة عم بتكون موجودة تبرم على المناطق البعيدة اللي ما بتوصل للخدمات الصحية اللي ما فيها مراكز معاينات كرميل نكون عم نطال هول عالم اللي مش قادرين يوصلوا لعنا خصوصة بهذه الأيام اللي نحنا عم نمرق فيها من الغلال معيشة لعدم قدرة العالم يتنقلوا تيوصلوا لعنا أو على غير مراكز بالإضافة لكلفة العلاجات والمعينات الصحية اللي عم بتكون عالية نحنا عياداتنا آلة عم بتبرم على المناطق بالإضافة لممرضة وطبيب عم بيكون موجودين بيبرموا بعينوا المرضى من كبار السن أو عالم عندها أمراض بالإضافة لتوزيع الأدوية اللي عم بصير من سنة ونص سنتين تقريباً بلشنا بحملاتنا الصحية على نطاق أوسع يعني هلأ صرنا بنروح بالعيادة النقالة على المناطق اللي كانت يمكن كمانا ما توصل للعيادة النقالة مناطق نائية بعيدة محرومة يمكن صرنا عم نتوجه لعندهم بعدد أكبر من الأطباء حاكم قلب حاكم صحة حاكم أطفال حاكم نساء بالإضافة للفحوصات المخبرية يعني المعاينة الطبية بتلحقها فحوصات مخبرية بكل منطق بمنطقتها مع المختبرات المحيطة فيهم نكون عم نوجههم لعندهم عم نغطي أصم من التكاليف حسب قدية التكاليف عم بتكون نكون عم نغطي كلها أصم مننا بالإضافة لا توزيع الأدوية اللي عم نكون إخدينهم معنا كرميل نكون عم نساعد فيهم العالم بالإضافة لأنه نحن أكيد بنرجع عم نكون عم نوجه هؤل الأشخاص اللي عم نكون عم نطالون أنه يرجعوا يتوجهوا اللي بيقدر منهم يتوجه على مراكزنا الصحية القريبة المنتشرة كرميل المتابعة لأنه كل حدا بحاجة لمتابعة خصوصا من بعض الفحصات اللي عم نقوم فيها جيسيكا أنا شوي بدي أحكي عن الناس اللي بيتلقوا هالخدمات اللي بيقصدوكم ككاريتاس في شريحة معينة من الناس أو أنتوا لقا بتشملوا الكل على شرط تكونوا موجودين بكل هذه المناطق يعني عشر مراكز كافية لتقدروا تغطوا كل الناس المحتاجين الحاجة عم تكبر يعني عشر مراكز بدهم يمكن قبيلهم بعض عشرة وأكتر بس نحنا كتر خير الله باللي نحنا قدرين نكون عم نعمل وإن شاء الله نكون عم نقدر نعمل بعض بالإيامات اللي جاية أكتر لأنه الحاجة كثير عم تكبر يعني أنا عم بحكي عن اسم الصحة بس نحنا في عنا مجالات أكبر بكاريتاس عم نقدر نكون عم نساعد فيها العالم الصحة كثير عم نكون عم نتفاجأ أدي صار لكم أنتوا بهذا المجال يعني مع تأسيس كاريتاس خمسين سنة وإن شاء الله وبالمجال بهذا القطاع الصحي المشاريع الصحية يعني من وقتها لهلأ أكيد الأوضاع كلها تغيرت والظروف اللي بتطرق غير اللي كانت بالسابق أدي أنتوا طورتوا حالكم واليوم قدرتوا توصلوا نحنا بلشنا بمركز واحد بصيدة وانتشرنا والعيادات النقالية بلشت باثنين باثنينة وثمانين وهلأ صرنا ثمانة بالإضافة هلأ لفتنا بشراكة مع تيثون ويلز عيادة نقالة كمانة بتوعنا بطب الأسنان صار لنا تقريبا فترة سبعة اثمانة شهر نحنا وياهون عم نشتغل سوا هن عائلة لبنانية أسترالية جيبوا واحدة من عياداتهم نقالة من أستراليا من بعد الانفجار كرمال يكونوا عم بساعدوا فيها العالم اللي بحاجة بلبنان من بعد انفجار بيروت من بعد انفجار بيروت هن صارقلنهم سنتين هون نحنا صارقلنا نحنا وياهون بشي ثمانة شهر عم نشتغل سوا عم نبرم على مناطق كتير بعيدة الاقبال عم بيكون كتير كتير كبير كل الناس الموجودين نحنا أكيد ما عنا تفرقة عم نبرم على حياة لمنطق ممكن تكون بحاجة لإلنا عم بيوصلنا كتير طلب من المناطق من الرعاية من البلديات نحنا هايك بيتم التواصل معكم يعني من خلال المجلس البلدي أو الرعية كهين الرعية مظبوط بيجينا هايك طلبات بالإضافة نحنا في عنا 36 سكتار موزعين كتار موزعين على كيفة الأراضي اللبنانية هن اللي عندن عندن الداتا عندن يعني بتوصلن إذا بدك أغلبية الطلبات كمان هن كمان أكيد عم بيساعدونا كرميل نقدر نعرف وين بدنا نروح مين بده بالإضافة للعالم أو مثل ما ذكرنا اللي عم بتتواصل دغري مع كاريتاس إنه نحنا بدنا بهيدا المنطقة حملات بدنا هدو المساعدات المعينة مش فقط لللبنانيين نحنا عم مشكلة نزوح كمان عم نازحين سوريين وفلسطينيين أيضا بالإضافة لكل الأجانب الموجودين قد أنتوا قادرين تغطوا وتلبوا كل هالناس هون هيدا دور كاريتاس نحنا كاريتاس مش بس لشريحة معينة من العالم مش بس لمنطقة معينة هي متواجدة على كل أراضي لبنانية تساعد كل العالم إن كانوا لبنانية وإن كانوا أجانب أكيد اليوم أكيد بلشتوا حملتكن من أي وقت بالتحديد وشو بتتضمن هالحملة وشو الإختصاصات يعني كأطباء موجودين معكم ليتابعوا أي أنواع مرض الحملات مثل ما قلت لك مبلشين من سنة ونص دقريبة نقدرنا نطال فيهم من خمسة وعشرين لثلاثين ألف شخص نعمل حوالى ثمانين حملة صحية من صيفية الماضي إذا بدنا نقول لها هلأ كان عندنا مثل ما خبرتك كافة الإختصاصات حاكم قلب أطفال صحة عامة حاكم نسائة هلأ مبلشين بمشروع جديد نحنا وشان دل إسبوار بتوعنا بالتشوهات الخلقية العظمية متل شو يعني التشوهات الخلقية ممكن يكون فيه عندنا خلع بالورك أصابيع زيادة أصابيع ملزقة تأجر أطول من أجر سكوليوز هنالتشوهات إذا بنا نسميون الأمراض عديدة بهذا المجال في مننا شي مرئة يعني الأهل رح يشوفوا ولادهم عندهم هدولة تشوهات بشكل سهل يعني هيدا الموضوع صح بس أكيد بدوا أخصائيين تيكونوا هن عم بشخصه في حالات ما بتتشخص يعني ما فيك تشوف فيها يعني ما بديك أخصائي يكون عم بشوفها هدول هن العالم اللي كمان نحنا بدنا نكون عم نطالهم وخصوصة للأعمار الصغيرة لأنه كلما كان الولد أصغر بالعمر كلما قدرنا نكون عم نتابعه أكتر نحنا عم نعمل حملات توعية بالمناطق اللبنانية من بعد الحملات عم نكون عم نعمل حملات طبية عم يكون فيها أخصائيين عطولة بيسبقها حملة توعية يعني بتخبروا عن الأشياء وترجعوا تروحوا بعدين أكيد كلمة العالم تعرف قدين نسبة الناس اللي عن جد حاملة هالتشوهات في نسبة كتير عالية يعني نحنا بلشنا جماعة الماضي كانت أول حملة طبية كان سبقها حملة توعية اتفاجأنا بالأعداد نحنا بين مئة شخص دراسة بتقول بين كلمة ولد عم يخلق عم يطلع فيه اتنين عندهم هدول الحالات متل ما ذكرنا فيه شي مرئة فيه شي لا نحنا كمانا جايين تنواعي نحنا وشانده تنواعي العالم على أنه ممكن ما تكونوا شايفين ولاتكن عندهم هدول التشوهات بس لازم ينفحها صوتا ينعرف عم بتكون نسبة عالية هلا يمكن فيه عالم عندها معرفة جاية بس بدا تشوف شو ممكن ينعمل لابنه وفيه عالم عم تجي وتتفاجأ أنه طلع ابنه بوشي نعم قدي هيدا الأمور بده متابعة قلت أنه بتتتابع هيدا الحالات من ناحية التشوهات الخلقية شخصتوا الحالة وعم بتتابعوا عم بتتابعوا المريض لأي مدى ولأي حد أنتوا قدرين تغطوا كلفة علاجه ومتابعته المساعدات الاجتماعية من أبا لشاندولاسبور عم يكونوا متواجدين بالحملات كرمال كل ولد أو كل عائلة ترجع تتابع في حالات بتخلص بمعالجات فيزيائية عم بيقدروا بدون ندرسوا الملف بدون نشوفوا العالم اللي بنقدر بنا نكون عم نساعدة أول شي كرمال لأنه بتكون حالتهم يمكن دقيقة أو إذا التابعوا من هلأ رح نكون عم نشاهل عليهم كرمال ما نوصل لمحال ما نقدر نكون عم نساعد فيه المساعدات الاجتماعية هن اللي رح يكونوا عم بيسترخصوا الحالات إذا بديك كرمال يرجعوا يتابعوا بعدنا من قبل شاندولاسبور اللي هي رح تكون عم تتواصل معهم كرمال للعمليات يعني هي اللي عم تغطي كلفة العلاج صح هيده جمعية منظمة مزبوط على صعيد محلي أو على صعيد عالمي هي فرع الأساسي بفرنسا نعم إلى فرع هون نحن وياهون عم نشتغل كرمال نكون عم نكشف عنه دول الحالات بمجتمعنا هلأ اليوم نقول قدي الشغلة صعبة بالتمويل لأنه الكلفة كتير عالية والاستشفى كأنه بطل متاح لكل الناس صارت الشغلة بتحزن لهالدرجة وفيه أزلال وظلم لكتار من الناس أنتوا شو عم تعملوا وأي مشاريع عم تتقدم للخارج لتحصلوا على الدعم المالي لتقدروا عن جد توقفوا حد هالناس المحتاجة بدي أقولك أنهم نقدم كل شي يعني من الدواء للاستشفى يعني مرورا فيهم كلهم سوى المعاينات الصحية صارت لعالم ما أنا قادرة تروح تدفع 500 و600 هدا هدا يعني أرخص شيء زي ما نقول ما أنهم قادرين يدفعوها لأنه بترجع بتطلع في عندك معاينات بمليون وليه هي نحنا عم يتقدموا بكاريتاس أغلب الأوقات عم بيكونوا مجانية إلا إذا كان في هذا الاختصاص نحنا ما منقدر نكون عم نغطيه عم يندفع مبلغ رمزة كتير رمزة لأنه نحنا منعرف حالات العالم ما فينا نكون عم ناخد يعني هادي الرمزة بس تكرمين نقدر نحنا كمان نساعد فيها الحكيم اللي هو موجود معنا الفحوصات المخبرية دايما عم بتكون مجانية بتتغطيها متعاقدين أنتو مع مختبرات مع مختبرات مع مستشفيات مزبوط مزبوط لأنه كمان نحنا منغطي في عنا مشاريع كمان بيغطوا قسم من تكاليف العمليات اللي عم بتصير اللي هي صارت تكاليف باهضة باهضة صحيح اليوم هالأشخاص اللي اللي عن جد ما بيعرفوا أنه انتو بتقدموا كل هالخدمات من خلال حملية التوعية من خلال وسائل الإعلام عم بتوضحوا أنه انتو هالأد لكل الناس أكيد أكيد في عالم ما كانت تعرف أنه كاريتاس موجودة نعم نحنا بس وجدنا على الأرض صاروا يعرفوا أنه في عنا عشر مراكز يمكن كانوا راب منهم وهن ما معهم خبرون صاروا يعرفوا بالعيدات أنه قالل عم تبرم على كل المناطق بالحملات نحنا الحملات الصحية عم تنزل دوريا يعني يوميا كمان على مواقع تواصل اجتماعي تبع كاريتاس إن كان فيسبوك أو إنستا عم بيكونوا عم ننزلهم ما بعرف إذا بتحبهم نكون عم نحكي أكيد وتحكي عن هيدا الموضوع نحنا في 19 شهر رح نكون بصالة كنيسة سبع للرعائية من 11 للساعة أربعة أكيد مع حكيم السنان مع حكيم قلب حكيم صحة ب21 شهر أي منطقة قبل سبع سبع الوين يعني بالشمال سبع ال ما دي أتأكد لي بنا نتأكد بنا نتأكد بنا نتأكد بنا نتأكد بنا نتأكد هدول يكونوا رح يكونوا موجودين على على مواعي التواصل الاجتماعي هيده بـ 19 تشرين الأول صح وغير ما أرقام التليفونات اللي أكيد بيقدر يجيبوهن نلقى فيش اللي عم نكون عم نزلون ب21 شهر بحديقة البطاركة بالديمان هاي بشمال نعم بـ 28 رح نكون بكنيسة السيدة لروم الكاتوليك بمشغرة بـ 27 بكنيسة مارلياس بخربة أنافار بالبقع كمان كله من 11 للعشرة للأربعة أو من العشرة للأربعة حكمها سنين رح يكون في معنى حكم سنين بس أكيد نحنا لأنه لديء وقتنا بهذا النهار لازم يكونوا عم بدقوا العالم وياخدوا معيد كرمال يكون مدرج اسمه لأنه في لويح في لويح انتزار يعني بتنحط الأسماء على حيث انتزار مش تنحط الأسماء على حيث انتزار نحنا أو اللي عنده واسطة بيمرق أكتر لا ما في عنا واسطة لا أكيد ما في واسطة يعني نحنا ما بنقطع بالواسطة كمان هاي لا بس الكنت بدي يقوله كرمال نحنا نعرف كم حكيم بننا ناخد نحنا هلأ في عنا حملة بكرة بترابلوس زدنا حكيم لأنه في طلب على حكيم الصحة أكتر إنه زيادة كرمال هيك نحنا منقول للعالم اللي بيعرف أكيد خلي يأخذ يأيد اسمه بس نحنا كمان نقدر نعرف كم حكيم بدنا ناخد لأنه أكيد نحنا بنطال الكل وما بدنا نرجع حدا مش أخذ المعاينة ممكن تحولوا من طبيب لطبيب يعني إذا عندك طبيب صحة عامة وشخصة الحالة يمكن يكون بدأ طبيب جراحة عدم أو طبيب راوية أو غيره كله بيتحول وخصوصا إذا كنا موجودين بالحملة إذا كانوا الاختصاصات موجودين بالحملة أكيد كله بيتحول بس أنا بيدعي العالم أكيد إنه يفوتوا على موقعنا يشوفوا وين نحنا رح نكون موجودين يدقوا يستفسروا أكتر إذا في عندهم حيالة استفسار ياخدوا بس يسجلوا اسمهم نحنا كمان نكون عارفين شو بدنا ناخد معنا يعني نزيد الحكمة نزيد الاختصاصات أكيد كمان كرميل كل العالم تكون عم تقطع وأكيد حيالة حدا بيكون قاطع وبشوف كاريتاس ما يتردد إنه يفوت يسأل شو عم نعمل حتى لو مرقة كاريت يعني مش بد يكون بنفس المنطقة لا لا أكيد لا الرعاية بتعرفه أكيد لا حيالة حدا قاطع شايف كاريتاس نزل سأل بده هالمعاينة أو بده حيالة الصحة إذا ما كنا نحنا كقسم صحة موجود أكيد رح يكون عم يتتابع من دون شرور أسبقاء لا 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 نحنا بس نحكي عن قصة أنه نحجز موعد بس نحنا مثل ما قلتلك نكون عارفين أنه أنا بدي بدي حاكمان بهذا الاختصاص مش حاكم واحد بحالية الطوارئ في ناس كمان مش قدرة توصل ممكن تدعموا إذا إنسان تعرض لوعكة صحية معينة ونجبر يفوت على مستشفى بشكل طريق هل ممكن متابعة وضعه أنتو ككاريتاس تدعموا نحنا بتصير معنا دايما يمكن كل يوم كمان في عنا كمان قسم مسؤول عنه دول الحلات عن المستشفيات بشكل أخاص آآ 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 عم يصلنا كتير آآ طلبات آآ كل لبنان كل لبنان أنتو بتساعدوا بكل لبنان بكل مستشفيات لبنان اللي متعاعدين معهون بس نحنا متعاعدين مع قسم كتير كبير من المستشفيات كمانا أغلبيتهم آآ بالمبدأ بالمبدأ نعم وأدي اليوم هالأشخاص من ناحية الأدوية عم يستفيدوا عندكم بمراكزكم كمانا بتأمنوا دوا آآ تمانا في دفع ب أو مجانة دوا مجانة بس أكيد كل المريض بدي يكون في معه وصفة طبية من حكيم آآ خصوصي هلأ نحنا عم تشدد أنه يكونوا منحي كمانا طيب تتابعوا بالمراكز عنا يكون الفايلون موجود آآ بس آآ الأدوية متوفرة بكل المراكز آآ الأدوية الأمراض المزمنة والأمراض العادية عم بتكون متوفرة أحكيت عن طبابة الأسنان يعني دا اليوم هيدا مكلفة أكيد وبدأ متابعة ويمكن لفترة طبيلة صح أنتوا كمانا قادرين تأمنوا هالخدمة للناس اللي بيقصدوكن أكيد نحنا هيدا الخدمة نبلش عنا من كتير زمان مش من هلأ هلأ نحنا عم نبرم فيها بالعيادة النقالة كرمال هيك كمانا ضوينا عليها بس نحنا بكل مراكزنا السابت العشرة في عنا حكمة أسنان هلأ أكيد بفترة كورونا كنا موقفين لأنه آآ ما كان فينا نكون عم نشتغل خصوصي بهيدا الاختصاص اللي هو كتير دقيق بس نحنا هلأ رجعنا بلشنا آآ لأنه خط المركزية اللي هو كل بدق عليه كرمال آآ كرمال ياخدوا أرقام من المراكز كلها بس إذا بفوتوا على موقعنا كل مركز عنده رقمه وبيقدر يكونوا عم يتواصلوا وضغر على المركز وأكيد الأسهل تكون بمنطقته للمريض اللي يعني يعني يكون هالألاجات أكيد أقرب أقرب لأنه نحنا عنا كل يعني كافة الاختصاصات بكل المراكز نعم آآ في شي حب أضي فيه قبل ما نختم نحنا وياك جيسيكا أنا بدي أشكركم كتير بدي أدعي العالم ما يترددوا آآ ما بدي مستحى مثل ما بيقولوا ما بدي أنه أنا ما بدي أطلب آآ نحنا ما عم نطلب من حدا غريب آآ بالنهاية نحنا كلنا لبعاد نحنا المساعدة عم تيجينا نحنا نكون كمان عم نعطيها آآ بدي أشكر كل العالم كمان اللي عم تساعدنا لأنه في عنا عالم كتير أيدي بيضة يعني من حتى آآ حتى عالم عم بتكون آآ عالم يمكن بسيط بسيطة بمعنى أنه ما عندها سراوات طائلة آآ مزبوط كمانا هناك عم بيساعدون إحنا هدولي بدنا نبلش نتشكر وإنتا نجح نتشكر الجهات المانحة اللي آآ عم بتساعدنا عم بتساعد آآ لبنان بهذا الوضع اللي نحنا عم نمرق فيه آآ بدنا نقول للعالم ما تترددوا آآ إزا كاريتاس وأكيد آآ إن شاء الله بنكون عم نقدر نلبيكون نحنا أكيد حد كل العالم من دون أي تفرق أو بلا أنا بقطع قبل لو ما رح تمشي من دون واسطة يعني اليوم بدنا نتمنى لكم كل التوفيق حينا على المشاريع الصحية إنما في مشاريع خدماتية إنمائية اجتماعية عديدة آآ عم بتقدمها كاريتاس لأكتار من الناس آآ ما يترددوا مطمئلت يدقوا على المركز على الرقم أنت حافظة الرقم بعنديك الرقم تنقولوا على الهواء إذا حدا 01-499-767 عظيم هيدا هو رقم التليفون اللي كل حدا بده يستغسر أو يستوضح بمنطقته شو في خدمات يقدم ما يتردد شكرا من جديد جيسيكا ليبة مسؤولة المشاريع الصحية بربطة كاريتاس شكرا كثير وقالله يبارك ويعطيكم اللي بظلو بخدمة كل الناس شكرا من تابع نحن وياكن أحبئنا من بعد هيدا الفاصل مع ضيفنا بالفقرة التالية ترجمة نانسي قنقر